اهلا بكم متابعينا اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة بيبدأ المسلسل مع باي واللي بنعرف ان هو سباح عالمي وحاليا بيكون في البطولة العالمية للسباحة وقبل لما يدخل بداية البطولة بيجي مجموعة من السباحين خصومه في الماتش وبيفضلوا يتريقوا عليه خصوصا السباح الامريكي كروز واللي بيكون بيكره باي جدا بس باي ولا بيهتم ولا بيرد عيوم اصلا وبيدخل للبطولة ويبتبدأ البطولة وبيبدأ فيها باي وبيرد على كل خصومه وبيكسبهم كلهم بعد بقى لما بيخلص البطولة بيروح لحبيبتو ليه واللي هي ممثلة مشهورة وعلاقتها مع باي في السر وعلشان كده بيتقابله حاليا في عربيتها في مكان شبه مقطوع بس في الوقت ده بنشوف واحد من الصحفيين واقف في مكان قريب وعمال يصورهم فبيحس باي بحاجة غلط وعلى الاساس ده بيطلب من لي ان هي تمشي ويتقابله بالليل في الحفلة فبتسمع ليه كلامه وبتودعه بتمشي وبيروح باي للصحفي اللي بيكون شافه وبيتخنق معاه وبياخد كاميرته وبيكسرها وبيحذره من انه يتجسس عليه تاني وبيسيبه وبيمشي بعدها بيروح باي لحفلة كده معمولة في بيت صديق عمره لان ولان بيبقى صديق باي من زمان وكمان ابوه هو اللي متبني باي وبيصرف عليه وعلى تدريبه المهم بعد السلامات والترحيب بيسيب باي لان وبيروح يقف معلي واللي لسه وصله للحفلة حالا بس وهم وقفين بيجي كروز واللي برضو حاضر الحفلة ولانه متضايق بسبب ان باي كسبه فبيفضل حاليا يرخم على باي بس باي مش بيهتم كالعادة لحد لما كروز القذر بيعيره ان عيلته فقيرة وان ابو لان هو اللي بيصرف عليه فمش بيقدر باي يمسك نفسه وبيمسك فخنائه وطبعا الموضوع بيتشهر وبيوصل للشرطة فبناء عليه بيتم فصل باي من النادي وبيقرر ابو لان يوقف فلوس استثماراته اللي بيصرفها على باي وفي يوم وليلة بيتحول باي من بطل عالمي للا شيء ولما بيروح باي وبيعد مع ابوه امه وبيعرفهم اللي حصل فبيتضايقوا جدا وبيعرفوا ابوه انهم فقرة وان شغله كسباح هو الحاجة الوحيدة اللي بتجيب لهم فلوس وعلشان كده بكرة هيروحوا سوى يعتذروا لابو لان علشان يرجعوا تاني للنادي بس باي بيشوف ان دي اهانة ومش بيرضى ولان ابو بيصر فبيروح مع باي تاني يوم عند ابو لان واللي بيكون راجل متكبر جدا جدا وبيعرف باي وابوه انه مش هيرجع يصرف عليه تاني فبيفضل ابو باي يتحيل عليه فبيتضايق باي لان دي اهانة وبيحاول يوقف ابوه عن اللي بيعمله فمش بيكون من ابوه الا انه بيدربه وبيهينه قدام ابو لان فبيتصدم باي ومن سكوت بيمشي من المكان عن ناحية التانية بقى بنشوف بنت اسمها سونج وهي في شغلها في كافيه كده وبنعرف ان سونج بنت فقيرة وغلبانة بس هي متفوقة ومكافحة وبتشتغل وبتصرف على نفسها والاهم من ده كله ان هي الحبيبة القديمة اللان بس صابوا بعض وبتكون حياة سونج وحشة من كل الجوانب لان دلوقتي مثلا وهي في شغلها بيجولها بنت زميلها في الدراسة بيغيروا منها علشان هي اشتر منهم وبيفضلوا يدايقوها وبيتنمروا عليها واحدة منهم بتؤمرها تنزل تمسح لها الجزمة بس سونج طبعا مش بتوافق وبتقبل ان هي تعمل كده فبيجي المدير وبيطلب منها تسمع كلام الزباين بس هي بترفض فبتترفض من الشغل بس هي مش بتيقس وبتروح تشتغل فينت كافيه بس برضو حظها الوحش وراها وراها لان بيجي لها ناس كده مدينينها وبيطلبوا منها فلوسهم ولما بتعرفها ان هي مش معاها فلوس بيؤمروها تيجي تشتغل معاهم في المالهة الليلة بتاعهم علشان تسدد ديونها فبتروح معاهم سونج وهي مجبرة بس ما بتكونش راضية بكده فبتغفلهم وبتهرب منهم بس مش بتعرف تخرج من المالهة فبتدخل في أول قدة قابلها واللي بيكون قاعد فيها باي عمال يشرب بسبب حزنه يعني بس رغم كده بتطلب منه سونج انه يساعدها فبيساعدها فعلا وبيعمل نفسه قال يعني قاعد معاها وانهين صاحبته فبتيجي العصابة بس مش بيشكوا فيه وبيمشوا علشان يدوروا على سونج وهنا بتستغل سونج الفرصة وبتشكر باي لانه هو يساعدها وبتسيبه وبتمشي اما باي نفسه فبيروح لحبيبته لي علشان تقف جنبه في ظروفه الصعبة دي بس لما بيوصل عندها بيكتشف ان لي مش البنت الكويسة اللي كان بيحبها لانه دلوقتي مثلا بتعرفه ان هي مش هتقدر تكمل الارتباط بي بعد لما ساب السباحة وبتطلب منه يمسح كل صورهم سوا علشان ما يفضحاش فبيزع الباي وبيتصدم فيها وبيجي يطلع تليفون ويمسح الصور بس مش بيلاقي التليفون وبيكتشف ان هو ضع منه فمش بيهتم وبياخد بعض وبيمشي وبيتصل بصديقه لان وبيعرفه كل اللي حصل فبيتضايق لان وبيعرفه انه هيكلم ابوه وهيحل المشكلة دي وفعلا مش بيكدب لان خبر وبيتصل بابوه وبيطلب منه يرجع يستثمر في باي لانه سبح موهوب وهيفدهم فبيوافق ابو لان بعدها بيتكلم معاه لان وبيعرفه انه هيرجع يتضرب سباحة هو كمان لانه عايز يكون لعب مشهور فبيرفض ابوه لانه المفروض هيكون وريسه ولازم يشتغل معاه في الشركة بتاعته بس لان بيرفض وبيعرفه انه لو هيتخلى عن السباحة يبقى هيتجاوز سونج واللي هي اصلا ابو لان كان رفضها وهو اللي اكبر لان انه يبعد عنها وبسبب كده برضو حاليا بيوافق ابو لان انه يرجع للسباحة على انه يتجاوز سونج وبيفكر مع نفسه وبيشوف انه هو لازم يبعد سونج عن لان نهائيا علشان ما يتجاوزوش قدام ولسه بقى ما نعرفش هيعمل ايه اما بقى باي فبيتصل بموبايله وبيتفاجئ ان اللي بيترد عليه هي سونج لانه اصلا نسي معاها فبيطلب منها انه يتقابله وتديله التليفون بس هي بترفض لان الوقت متأخر وبتتفق معي تقابله تاني يوم فبيوافق باي وبيقفل معيها تاني يوم بقى بيتصل لان على موبايل باي فبترد عليه طبعا سونج واللي اول لما بيسمع صوتها بيستغرب جدا ومش بيرد نهائيا وبتكون سانج نفسها مصدومة لانها ما كانتش تعرف ان باي و لان صحاب عامة بعدها بيتصل لان على سونج فبتسأله اذا كان يعرف لان بس هو مش بيقول لها وبيطلب منها ما تفتشش في موبايله تاني وبيطلب منها يتقابله علشان ياخد تليفونه بس قبل ما ترد عليه الموبايل بيفصل فمش بيتفقه وبتيجي مكلمة لسونج في الوقت ده من ابو لان وبيطلب منها يقابلها فبتروح له وبيتكلم ابو لان معيها وبيعرفها ان لان عاوز يتجوزها وبيعرفها ان لان مش هيكلمها خالص وهيتقابله يوم الفرح بس وبيطلب منها ما تقولش لامها اللي في المستشفى حاجة لحد لما الموضوع يتم فبتستغرب سونج من كل ده بس لانها هترجع لحبيبها لان فبتوافق على كلامه وبيتفق على كده عن ناحية تانية بيروح لان وبيقابل مدربه القديم هوانج وبيعرفه ان هو هيرجع للسباحة من تاني وعاوزوا يدربه ومش بس هو لوحده هو وصاحبه العلامي باي فبيوافق هوانج وبيرحب بالموضوع وبيفرح لان جدا وبيروح لباي وبيعرفه ان هو خلاص هيرجع للسباحة وانه هيتضرب معاه وابوها يرجع يصرف عليه تاني فباي بيفرح جدا وبيفضل يشكر لان في مكان تاني بقى بتروح سونج الفرح واللي هي فكرة ان لان هيجي علشان يتجوزها وبيكون معها ابو لان ولان طبعا لان مش بييجي لان ابوه مش قيله اصلا وبيعمل بس الفيلم ده على سونج علشان يقنعها انه لان مش بيحبها ويسابها فتكرهه وانه مبيفكرش يتجوزها وفعلا خطته بتنجح وبتكون سونج محرجة جدا وحزينة لان لان خدعها لانها طبعا ما تعرفش الحقيقة في نفس الوقت ده بيكون باي عند لان فبيستخدم تليفونه وبيتصل بتليفونه الى مع سونج علشان تقبله ياخده فبترد عليه السانج وهي في الفرح وبتقوله فين لان انا عاوز اتكلم معاه وعرف ليه خدعني فبيستغرب باي ومش بيفهم حاجة فبيسأل لان لو يعرف واحدة اسمها سونج فبيتصدم لان وما بيكونش فاهم اي حاجة هو كمان بس بيجدب على باي وبيعرفه انه مش بيعرف حد بالاسم ده فبيقول لها باي انه اكيد تلغبطت وبيطلب منها يقابلها فبتوافق سونج وبتقفل معاه بعدها بتخرج سونج من الفرح وهي حزينة وعملة تجري بالفستان وهي بتعيط والكل بيبص عليها وبتفضل تجري وتجري وتجري لحد لما بتقابل باي وبتديله تليفونه بس طبعا باي مش بيهتم بالتليفون وبيسألها هي ليه لابسة فستان كده فبتتغال سونج وبتعرفه ان صاحبه لان كان المفروض هيتجوزها بس سابها طبعا باي مش بيصدق الكلام ده كله وبيعرفها ان هي اكيد تلغبطت مش اكتر يعني لان صاحبه لان ما بيعرفهاش وبيودعها علشان يمشي بس قبل لما يمشي بتقع السونج مهم عليها فبيعط باي معيها لحد لما تبقى كويسة وبعد كده بيسيبها وبيمشي وبيروح يقابل لان وبيسأله تاني لو كان يعرف البنت اللي اسمها سونج دي ولا لأ بس لان بينكر وبيطلب من باي يلبس طاقم حلو لان هما يروحوا يقابلوا حد مهم وباي بيوافق بعد شوية بقى بيروحوا يقابلوا الشخص ده فعلا واللي بيكون يوجي لعب سباحة اولمبي سابق ومشهور جدا المهم ان يوجين بيقعد يتكلم معيهم وبيفضل يشجعهم ان هما هيبقوا ابطال اولمبيين زيه في يوم من الايام فبيفرحوا جدا وبيتحمسوا قوي بعدها بيتكلم لان مع باي وبيعرفوا انه هيسافر مع المنتجع بتاعه في بيكين علشان هيتضربوا تحت ايد مدرب كبير جدا هناك فبيفرح باي وعلى طول بيسافروا واول لما بيوصل باي للمنتجع بينباهر بيه بجماله بس الكل ده بيتغير لما بيقابل هوانج وبيطلع ان باي عارفه لانه كان لعب سباحة سابق واتوقف علشان تقال انه هو بياخد منشطات وبسبب كده وعلشان كده باي مش بيحترمه وبيقرر حلان انه مش هيتضرب معاه وبيعتذر لان انه هو مش هيقدر يتضرب معاه وبيسيبه وبيمشي بعدها بيروح لان للمدرب هوانج وبيعتذر له عن اللي باي عمله وبيعرفه انه هيتكلم مع باي وهيجيبه يتضرب معاه وكل اللي حصل ده ينساه فبيوافق هوانج على كلامه بعد كده بيروح لان لباي وبيحاول انه يقنعه يرجع يتضرب بس هو مش بيرضى فبيجيب له لان اللاعب يوجي واللي بيلعب ماتش كده مع باي وبيتضربه سوا بعدها بيتكلم يوجي معاه وبيعرفه ان هوانج مدرب قوي ولو اتضرب معاه هيفرق جدا في مستوى فبيقتنع باي وبيقرر انه يتمرن مع هوانج في نفس اليوم ده بالليل بتتصل ليه على باي وبتسأله اذا كان مسح الصور ورسيلهم سوا ولا لأ فبيعرفها باي انه مسحها بس هي ما بتكونش واسقة وبتطلب تقابله فبيعصر باي على نفسه لامونة وبيروح يقابلها وبيوارلها موبايله ولما بتتأكد ان هو مسح كل حاجة بيعرفها باي ان كده علاقتهم انتهت للأبد وبيطلب منها ما تتوصلش معاه تاني وبيسيبها وبيمشي بعد كده بيبدأ باي يتضرب مع لانه ومدربه هوانج ومجموعة كمان من طلاب هوانج بس في اول تدريب بيختلف هوانج وباي فبيتضايق هوانج وبيأمره هو وكل الموجودين يخرجوا يجرو وهم مشايلين ازايز مية تقيلة كعقاب يعني ليهم فبيوافق باي وبيخرجوا الكل وبيفضلوا يجرو يجرو وبيتعبوا جدا وبيكون عقاب محترم الحقيقة عن ناحية التانية بقى بتيجي تشين اخت لان من برا فبتتصل بسونج وبتعرفها ان هي رجعت الصين وعاوزة تقابلها فبتروح سونج علشان تقابلها فعلا وبعد السلامات والترحيب وكل ده بتتكلم سونج مع تشين وبتعرفها بحوار الفرح وان لان مجايش وكل الكلام ده فبتصدم شين بس برضو بتعرفها ان لان اصلا في المنتجع وغالبا ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده وبتطلب منها تروح تعد معاه وتفهم منه فبتوافق السونج وبتسبها وبتمشي وفعلا بتروح على المنتجع على طول بس مش بتقابل لان لكن بتقابل باي فبتتكلم معاه وبتسأله عن لان بس باي مش بيردى ان يقولها حاجة عنه ولا بيعرفها حتى هو فين لانه مقتنع ان لان ما يعرفهاش ازاي ما قاله وهي عايزة تفرد نفسها عليه مش اكتر المهم لما بيسيبها باي وبيمشي بيقابل الصحفي اللي صوره في الاول خالص مع لي واللي اسمه شو بالمناسبة واول لما باي بيشوف شو بيتعصب وبيكون خلاص هيدربه بس شو بيوقفه وبيعرفه انه جاي بامر من لان علشان يصوره هو المنتجع علشان يعمل دعاية للمنتجع فباي بيتضايق بس بيخليه صوره خلاص بعد كده بقى بيتكلم شو مع باي وبيعرفه انه جات له معلومات انه هو ولان مثليين وبيهدده انه هينشر موضوع عنهم وبيسيبه وبيمشي وقتها بيكون باي هيتجنن لان الكلام ده مش حقيقي بس اللحظة كده بيفتكر فيديو كان متصوره هو ولان بموبايله وكان وقتها شاربين وعملين يغذروا سوا هزار يعني مش لطيف شوية بيخلي اي حد ممكن يشك فيهم ان هم فعلا مثليين فبيكون هيتجنن وبيكون متأكدا الفيديو ده ووصل لشو وانه هو بيهدده بي حاليا بس وصل لشو ازاي ده بقى اللي بيحيره بس مع شوية تفك بيكتشف ان سونج ممكن تكون نسخة الداتا بتاعة موبايله عندها وباعت الفيديو ده فبيتعصب جدا وبيقرر ينتقم من سونج ده ومش بيلحق يخلص تفكير بيلاقيها قدامه لان هي كانت ماشية من المنتجع بعد لما فشلت تقابل لان فبيوقفها باي علشان يتخانق معها بس هنا بقى بييجي لان وبيوقفه وبيعرف لان المشكلة من باي فبيعرف باي انه مصدق سونج لان هي ما تعملش حاجة زي دي وبيطلب منه يسيبه يتكلم مع سونج ففعلا بيسيبه باي وبيمشي بيتكلم لان مع سونج وهنا بقى بتكون سونج مش طيقه بسبب موضوع الفرح فبتعرفه كل حاجة حصلت طبعا بيصدم لان لانه ما كانش يعرف اصلا ان ابو عمل كده وبيعتذر لان واللي مش بتقبل اعتذاره وبتسيبه وبتمشي اما لان نفسه فبيكون متضايق جدا وعلشان كده بياخد بعضه وبيروح لابوه واللي اصلا بيكون قاعد حاليا مع شين اخت لان بس لان مش بيهتم وبيتخانق مع ابوه بسبب اللي عمله ده لكن ابوه ولا بيهتم وبيعرفه انه اتفق معاه انه يبقى سباح وما يقربش لسونج وبناء عليه عمل موضوع الفرح ده علشان يبعد سونج عنه نهائيا وبيعرفه ابوه ان رغم اللي عمله اهو سونج برضو قبلته وكلمته فبالتالي لازم يعقبه والعقب ده انه هيبعت معاه شين المنتجع علشان تتابع الشغل هناك والتابعه هو كمان ولو حاول يقرب لسونج هتبلغه فبيتدهق لان جدا لان ابوه مش بيصق فيه نهائيا وبيصيبه من غيره ولا كلمة زيادة وبيمشي عن ناحية تانية بقى بتروح سونج لامها فبتتفاجئ ان امها بتعرفها ان هي تمشي من المستشفى لان عمها واللي كان بيصرف على علاجها من وقت موت ابوها بيواجه ازمة مالية ومش هيقدر يدفع تاني فبتتضيق سونج وما بتكونش عارفة تعمل ايه اما بقى باي فبيروح تدريبه عادي في المنتجع وبيجي لهم المدرب هوانج ومع مدربة اسمها فانج وفانج دي تبقى مدربة متميزة جدا وده بيفرح كل المتدربين بما فيهم باي واللي اصلا كان يعرفها من زمان واتبسط حالين ان هي ترجع تدربه بس باي يا صديقي ما بيكونش مبسوط يعني 100% بسبب موضوع الصحفي شو وبيكونها يتجنن ومش عارف مين ده اللي ممكن يكون اداله الفيديو وبيقرر ان هو يرأي بسونج لانه لسه حاسس ان هي اللي بعثت الفيديو ده بس عارف كلام باي ده كله طلع غلط لاننا لو رحنا حالين للممثلة لي اللي كانت مرتبطة بزمان هلأ ان بيجي لها الصحفي شو وبنعرف من كلامهم ان هي اللي متفق مع الصحفي شو تدي له الفيديو مقابل انه يجيب لها اعلانات وغيره وحاليا بيطلب منها شو الفيديو لانها لسه مدتوش لي فبتعرفوا ان هي هتبقى هتكلمه فبيسيبها وبيمشي وبتعد هي تفكر يا طرح تدي الفيديو لشو ولا تحاول ترجع لباي خصوصا انه رجع يلعب تاني وهيبقى مشهور وبتكون محتارة ولسه مش عارفها تعمل ايه فبنسيبها بقى على روحتها دلوقتي وبنرجع مرة تانية لباي واللي بيفضل يرقب سونج لحد لما بيلاقيها بتتكلم مع حد في التليفون وبتعرفوا ان هي هتبعت له الفيديو اللي عاوزه مقابل لي فلوس كتيرة وقتها بيتصدم باي وبيفكرها بتتكلم عن الفيديو بتاعه هو ولان بيتجنن وبيروح يتخنق معاها بس فجأة بيتعب وبيغم عليه بسبب حالة كده كيف بتجيله دايما بتخليه يتعب جدا ويفقد الوعي المهم ان سونج بتستجدع وبتودي المستشفى بس لما بيفوق وزي اي حد اصيل بيتخنق معها طبعا علشان موضوع الفيديو وبيعرفها ان هو شافها وهي بتكلم حد عليه فبتهرك سونج عليه وبتوريله الفيديو اللي كانت بتتكلم عنه وبيكون فيديو عادي خالص فيه اعلان لشونط كانت عاملها وعاوزت بها وكده علشان تجيب فلوس مش اكتر يعني فبيتفجئ باي بس طبعا حتى قبل لما يعتذر لها بيوصل لان للمكان فبتضيق سونج وبتمشي بس لان بيروح لها وبيحاول يتكلم معاها وبيعرف انه بيحبها بس بعده عنها ما كانش بايده بس سونج مش بتصدقه وبتقوله ده بأمرت الايميل اللي بعتهولي لما ابويا مات صح وبتسيبه هي زعلانة وبتمشي وبيكون لان مستغرب وما يعرفش ايميل ايه لانه اصلا كان منسافر برا الفترة دي وما كانش عارف اصلا ان ابوها مات ولسه عارف حالا فبيشك ان في حد غيره هو اللي بعت الايميل اللي السونج بتتكلم عليه على اساس ان هو منه وفي نفس اليوم بالليل ولما بيرجع هو وباي للمنتجع بعد لما باي بقى بخير خلاص بيهد لان فقطه وبيفتح الايميل بتاعه وبيشوف ان في ايميل فعلا اتبعت من عنده السونج وقت موت ابوها وبيقرأ الايميل ده وبيتفاجئ من اللي مكتوب فيه وبيكون متأكد ان مش هو اللي بعته ولا كتبه فبيسيب المكان وبيمشي علشان يتصرف الموضوع ده ولسه برضو ما نعرفش ايه بالظبط كان مكتوب في الايميل ده المهم بعد شوية بقى بيروح باي للا نقطه علشان يقعد معه شوية فمش بيلاقيه هناك لانه نزل طبعا وبيلاقي بس اللاب توب بتاعه وبيكون مفتوح على الايميل اياه فبيقرأ باي وبيتصدم جدا جدا من اللي مكتوب فيه وبيكون اللي مكتوب في الايميل كالقاتي انا عرفت بوافات والدك وهقف جنبك وهتجوزك وحاجات بقى شبه كده كتير واللي بيصدم باي مش الكلام اللي مكتوب بس بيتصدم انه افتكر حاجة وهنا بقى بنرجع للماضي فبنشوف في يوم كان باي عند لان في قطه وكان لان بياخد شاور والسايب اللاب بتاعه وفي نفس الوقت ده جي على اللاب رسالة من سونج بتعرف لان ان ابوها مات وان هي حزينة ومحتجال وكده وقتها بقى لان باي ما كانش يعرف حاجة عن علاقة سونج ولان فكرها رسالة نص بالكتروني فرد عليها بالرد اللي قلته لك ده من شوية بحس انه يعشمها وخلاص وطبعا ما جابش سيرا لان وحاليا بقى بيكون متضايق جدا انه هو عمل كده وبيكون عاوز يصلح الوضع باي شكل في نفس الوقت ده بنشوف ان لان قاعد في عربيته وعمالي عيط حزن على علاقته هو سونج اللي بازت خالص ولما بيخلص احزانه بيرجع للبيت فبيتكلم باي معاه وبيكون عاوز يعرفوا الحقيقة انه هو اللي بعت الايميل ده بس لان بيعرفوا انه هو تعبان دلوقتي وممكن يتكلموا بعدين وبيسيبوا وبيمشي تاني يوم بقى بينزلوا الكل علشان يتدربوا بما فيهم باي ولان وبيكون لان تعبان جدا لدرجة انه بيغم عليه من كتر التعب فبياخدوا لان والمدرب هوانج للدكتور واللي بيفضل يعالجه بعد شوية من كل ده بتوصل شين للمنتجع علشان تمسك الادارة فيه وبيبان كده ان شين مبسوطة بالموضوع ده وانها بقت رئيسة على اخوها لان وبنبدأ نشك بقى ان هي اصلا خلت سونج تيجي تقابل لان علشان تعرف ابوها وتمسك الشغل مكانه وقد كان هو عامة بنروح لباي واللي بيقرر انه هيكتب جواب وهيعترف فيه للسونج بكل العمله وفعلا بيكتب الجواب ده وبيروح لبيت سونج وبيحطه في البريد من غير ما حد يعرف بحيث لما تقراه تعرف ان لان كان مظلوم بان هو اللي بعته على ذكر السونج بقى بتكون حاليا مع امها واللي بتعرفها انه عمها يتحبس بسبب الفلوس اللي عليه وانه هما مش معهم فلوس يعينوا محامي وبتطلب من سونج تتواصل مع لان وتطلب منه ويشوف لهم محامي وبتكون ام لان بتطلب كده لانها اصلا ما تعرفش ان لان والسونج اصابوا بعض لان من وقت وفاة ابو السونج وتعب ام السونج قررت السونج ما تعرفهاش عن حياتها حاجة علشان ما تتعبش اكتر المهم ان هي حاليا بتعرف امها انها هتتواصل مع لان علشان يعين محامي وبتسبها وبتمشي بعدها بتروح سونج للبانك وبنعرف ان هي مقدمة على قرد علشان تعرف تصرف على نفسها هي وامها بس للأسف القرد بيترفض وده بيديق سونج جدا وفي الوقت ده بتجيلها مكالمة من شين بتطلب منها تجيلها تقبلها في المنتجع فبتروح لها سونج وبدون مقدمات كده بتقول لها شين ان هي عارفة ان هي محتاجة فلوس وبتطلع لها ظرف فلوس وبتدهولها وبتعرفها انه ده مش ببلاش بس عايزها تيجي تشتغل معها في المنتجع وبتكون شين بتعمل كده علشان تقرب بين لان وسونج وده طبعا اللي مش هيرضى بيقبو لان ويددلها وقتها كل الشركات ومش هيدي لان اي حاجة وهو ده اللي هي عايزة وفي المجمل بترفض سونج الفلوس وعرض الشغل ده بس شين بتسيب لها الفلوس وبتطلب منها تفكر وبتسيبها وبتمشي في نفس الوقت ده بيكون باي في المنتجع وبيجي لواحد من زميله في الفريق وبيعرفوا ان في ممثلة مشهورة بتصور اعلان هنا في المنتجع وبيطلب منه ييجي معاه شوفها فبيروح باي معاه وبيتفاجئ ان هي ليه واللي اول لما بتشوفه بتستغل الفرصة وبتروح وبتحاول ان هي تتقرب منه بحيث كل الناس يشوفوهم ويفتكروهم انهم مرتبطين وده طبعا اللي هي عاوزاه بس باي بيحرجها وبيبعدها عنه وبيسيبها وخلاص هيمشي بس قبل لما بيمشي بيوصل شو لعند ليه وبيتكلم معاها ووقتها بقى بيفكر باي شوية وبيبدأ يشك ان ليه هي اللي سرقت الفيديو منه ودته لشو او عرفت شو بيه وبيقرر ان هو لازم يتأكد من موضوع ده وبناء عليه بيبعد الرسالة من رقم غريب لليه وبيعرفها ان هو صحفي مشهور وعاوزها بخصوص الفيديو اللي معاها وفي المقابل هيشهرها وكده يعني فبتروح ليه زي العبيطة تقابل الصحفي ده واللي بيكون طبعا باي وما فيش صحفي ولا حاجة وبيعرفها باي انه حاليا اكتشف كتبتها وبيحذرها ان هي تدي الفيديو لشو وإلا هيحبسها وبيسيبها وبيمشي من غيره ولا كلمة زيادة وبيتواصل مع سونج وبيعزمها على عشا علشان يعوضها لان يعني حسس ان هو ظلمها وكده لما شك فيها في موضوع الفيديو فسونج بتقبل العزومة وبتروح معاه وبيعودوا يتكلموا كتير فبنشوف ان باي بدأ يعجب بيها كده وبيعرفها ان لان ما يستهلهاش وكلان بقى كده كتير وفي نهاية اليوم وبسبب انه سونج كانت شاربة بياخدها باي وبيوصلها للبيت ولما بتدخل بيروح لصندوق البريد وبياخد منه الجواب اللي كان كتبه علشان طبعا سونج ما تلاقيهوش وتقرر بعدها ان هي ترجع لان وده طبعا خلاص هو ما بقاش عاوزه عموما بسبب كلان باي بقى بتقتنع سونج ان هي لازم تبعد عن لان نهائيا وتعيش حياتها وبالتالي بتروح للمنتجع وبتقابل شين وبتدلها الفلوس اللي كانت سابتها لها وبتعرفها ان هي مش هتقبل الشغل ابدا علشان متكونش قريبة لان باي شكل من الاشكال بس شين بتفضل تضغط عليها وبتعرفها ان الشغل هنا احسن لها وهتكسب كويس فبتقتنع سونج وبتقرر ان هي تبدأ شغل في المنتجع وتاني يوم على طول بتستلم سونج شغلها وبتتعرف على صاحبتها في الشغل واللي اسمها تشاو بعد كده بتبدأ تلف على القود علشان تنظفها وبتكون اول قودة تدخلها هي قودة باي واللي بييجي ومش بياخد باله منها فبيقعوا الاتنين وبيحاول ان هو يقرب منها بس باي بتبعد وبيوضح لها باي انه بيحبها جدا وبيفهمها ان شغلها هنا غلط ولو عاوزة تبعد عن لين مينفعش تشتغل هنا اصلا بس سونج ولا بتهتم بكلامه وبسيبه وبتخرج من القودة وبالصدفة لان بيجي في الوقت ده وبيشوفهم مع بعض وبيسألهم بيعملوا ايه هنا فبتعرفوا سونج انها بقت تشتغل هنا وبتعرفوا كمان ان صاحبه دلوقتي قال لها انها لازم تبعد عنه لانه ما يستهلهاش وبتسيبهم وبتمشي فبيكون باي هيموت من الاحراج وبيحاول يتكلم مع لان بس لان مش بيهتم وبيعرفوا بس انه لازم يركز في التدريب لان هوانج ناوي يعملهم اختبار ويختار كم واحد منهم علشان يشاركوا في البطولة فلازم يجتهد علشان يختاروا هوانج وبيخلص لان كلامه وبيسيبه وبيدخل قطه لما بيقعد مع نفسه بيفضل يفكر ليه السونج بتشتغل هنا لحد لما بيشوف ان اكيد اخته شين هي اللي جابتها فبيضغاز وبيروح لشين واللي بتكون في اجتمع حاليا بيبوز الاجتماع وبيمشي الكل وبيقعد يتكلم معاها وبيسأله هي ليه بتعمل كده وبيتهمها ان هي جاب السونج هنا مخصوصة علشان تدايقه بس شين بتكذب عليه وبتعرفوا ان هي عينتها بس لان هي كويسة في الشغل مش اكتر يعني فمش بيقتنع لان بس بيعدي الموقف تاني يوم بقى بيروح لان وباي والكل علشان يتضربوا وفي التدريب بيتكلم هوانج مع باي وبيعرفوا ان هو هيعمل النهاردة تدريبات معينة كده بس لما بيشوف باي التدريبات بيلاقيها تدريبات للمبتدئين بيتدايق جدا من هوانج وكالعادة بيتخانق معاه والمراضي الخنق بتتطور وبيقول له باي انه مش مدرب قوي ولا حاجة وكمان سبح فاشل ولو لعبه هيكسبه فبيضغز هوانج وبيعرفوا انه بيتحدى في السباق بس لو كسبوا بعدها هيسمع كلامه غصبا عنه وباي بيوافق وبيبدأ السباق واللي بيكون قوي جدا وبيقدر هوانج يكسبه بصعوبة كبيرة فبيتحرك باي وبيسيب المكان وبيمشي اما هوانج فبعد المجهود اللي عمله بيتعب جدا وبيروح للدكتور واللي بيعالجه بعدها بيخرج من عند الدكتور وبيقف عند عربية كده علشان يرتاح بس العربية دي بيكون فيها شين واللي مش بتشوف هوانج فبترجع عليه وبتخبطه وطبعا لما بتكتشف كده بتتصدم وبتوديه للدكتور والحمد لله بعد فترة بسيطة بيكون كويس وبيخرج من المستشفى عن ناحية التانية بقى بنشوف ان لان بيفكر ازاي ماشي الصونج من المنتجع لانه مش قدر يشوفها قدامه في الريحة والجاية كده ومن غير ما يتكلمه بعد تفكير طويل بيستقر على خطة بيتصل بوحدة من صحابه القدام وبيطلب منها ان هي تجيله فبتجيله البنت دي فعلا وبيستغلها لن اسوأ استغلال لانه بيستنى لما صونج تكون موجودة وبيعمل نفسه انه يعني بيقرب من البنت دي وانه بيحبها علشان صونج تضغوز في الوقت ده بقى بالصدفة بيعدي باي من المكان ده وبيشوف كل اللي بيحصل بيتضايق جدا على صونج وبياخدها وبيفضل يوسيها بس صونج مش بتهتم بكل ده وبتقرر ان هي تقدم استقالتها وبتروح لصحبتها تشاو وبتعرفها ان هي تستقيل بتفضل تشاو تحاول تمنعها بس صونج مش بتقتنع وبتقرر ان هي تمشي فبتروح هيو تشاو للمدير علشان تبلغوا الصونج بالاستقالة بس لان المدير عنده نقص في العمال بيتضايق ان هي هتستقيل وبيعرفها ان هي لو هتمشي تاخد تشاو معاها كده بدون اي سبب افترو خلاص وطبعا صونج مش عاوزة تخسر تشاو شغلها وعلشان كده بتقرر تكمل في الشغل بعدها بقى بنشوف باي ولان وهم بيدربوا مع بعض بس والاول مرة مش بيكونوا بيكلموا بعض لان طبعا باي شايف ان لان بيجي على صونج ولان شايف انه بيحاول يتقرب لحبيبته القديمة يعني مش بيبقوا طايقين بعض وحرفيا بدون سبب بيتخنقوا مع بعض وبيضربوا بعض لحد لما الكل بيفقوا بينهم بعدها بتروح تشاو عند حمام السباحة وبتشوف الكل وهم بيتضربوا وبتكون معجبة جدا بباي بس باي طبعا ولا مهتم بيها بس في واحد من المدربين اسمه جيانج بيكون معجب بتشاو وبييجيها لشان يتكلم معاها وبيطلب منها يروحوا يسهروا مع بعض في الحانة فبتوافق تشاو بس بشرط ان لان وباي يكونوا موجودين فبيوافق جيانج على كلامها وبيتفقوا على كده بعدها بيروح جيانج الباي وبيعرفوا ان لان عاوزوا في الحانة وبيسيبوا وبيروح للان وبيعرفوا ان باي عايزوا في الحانة وعن ناحية التانية بتروح تشاو لسونج وبتطلب منها تيجي معاها الحانة بالليل وبتوافق سونج بعد شوية بيروح لان وباي للحانة وبيقابلوا بعض وطبعا كل واحد فيهم بيكون جاي وفاكر التاني عاوزوا بس لما بيتكلموا مع بعض بيكتشفوا ان جيانج اشتغلهم علشان بس يجيبهم هنا وبعد مدة بسيطة بيجي لهم جيانج بنفسه بس قبل لما يتخنقوا معاه بيوصلوا تشاو و سونج فبيتحرك باي و لان جدا جدا بس برغم من كده بيقعدوا معاهم وبيعملوا التلاتة ما يعرفوش بعض لان طبعا تشاو و جيانج ما بيعرفوش حدا عن علاقتهم بس بطريقة غير مباشرة بتفضل سونج تدايق لان بالكلام وبتلمح ان هي بتحب باي فبسبب كده بيتدايق لان جدا وبيسيب المكان وبيمشي وبيكملوا البقيين الصهرة لحد لما بيفضل باي و سونج بس وبيفضلوا يشربوا و يشربوا و يشربوا لحد لما بتتعب سونج جدا وبتنام على كدف باي باي في اللحظة دي بيكون عمال يتأمل فيها وبيقول نفسه انه خلاص لقى البنت اللي كان بيحلم بيها من زمان بس كل ده بيتغير لما بتتكلم سونج معاه وهي مش فيقة وبتندع عليه باسم لان بيتدايق باي وبيحس وقتها انها ما تنفعش تكون لحد غير لان وبيقرر انه يفضل صاحبها وبس وما يخسرهاش ولا هي ولا لان المهم بعدها بقى بيرجع باي على المنتجع وبيكون فاكر ان سونج قالت له ان عندها شغل في المخزن بس ملحقتش تخلص الشغل ده فبيقرر يروح هو يعمل الشغل ده بحس لما تيجي سونج بكرة الشغل ما يحصلهاش اي مشاكل وبالفعل بيقعد وبيفضل يشتغل كتير جدا جدا تاني يوم بقى بتوصل سونج للشغل واول لما بتوصل بتلاقي المدير مجمع كل اللي شغالين في المنتجع وبيسألهم عن صندوق كده تسرق من المخزن وبوصول سونج بيتهمها ان هي اللي سرقت الصندوق لان المفروض هي اللي كانت بتشتغل في المخزن مبارح بتفضل سونج تحلف له ان هي ما سرقتش حاجة وان هي ما كانتش موجودة اصلا بس المدير مش بيقتنع في نفس الوقت ده بيروح جيانج الباي وبيعرفوا كل اللي بيحصل مع صندوق حاليا في المخزن باي بيقلق جدا عليها وبيروح علشان يلحقها بس لما بيوصل وقبل لما يعمل اي حاجة بيوصل لان وبيقول للمدير ان صندوق كانت بيتها معا مبارح فاكيد مش هي لسرقته وطبعا الكلام ده بيصدم الكل لدرجة ان تشاو بتتخانق مع صندوق لان هي رحت تخطف لان وهي عرفتها قبل كده ان هي معجبة بيه وبتطلب منها تشاو ان هي ما تكلمهاش تاني خالص وبتسبها وبتمشي بس لحظة واحدة هو فعلا سونج باتت مع لان مبارح احب اقولك ان اي صديقي وده بنعرفه لما بنروح لباي واللي بيكون بيتمرن حاليا وبيفتكر مبارح وبنشوف ان لما سونج نداهت له باسم لان حس ان هي فعلا مش لي وان هي بتحب لان فبناء عليه بعت للان رسالة من موبايلها وعرفوا ان هي سونج عادي وان هي عاوزة تقابله وساب سونج واللي هي كانت لسه سكرانة ومشي فجي لان وخدها وفعلا باتت عنده وفقوته لحد تاني يوم وبيكون لان عمل كده حرفيا علشان بس ما يخسرش لان صاحب عمره مع ان بعده عن سونج مش سهل ابدا عمتا بقى بنروحها لان للي لاننا نسيناها شوية وبنشوف لي مع الصحفي شو وهي بتدي له صور وفيديوهات لها مع باي بحيث انه ينشرها والناس تتأكد ان فيه بينهم علاقة وده طبعا هيساعدها ان هي تشتهر وفعلا شو مش بيتوصى وبينشر المقال اللي فيه الصور واللي اول ما بيعرف باي بيه بيتضايق جدا بس مش بيحط في باله وبيروح يتمرن وبيكون التمرين صعب بس بيثبت نفسه وبيتفوق على الكل بما فيهم لان نفسه عن ناحية تانية بقى بتكون فيه ست من نزلاء المنتجعة بتتهم تشاو انها بوزت شنطتها وبتطلب منها تجيب لها المدير فبتشوف سونج كل ده بالصدفة وبتقرر ان هي الساعة تشاو وبتدخل تتكلم مع الست دي وبتعرفها ان شنطتها مش اصلية ولا حاجة وان العلامة اللي عليها دي اكيد فيها من بدري مش تشاو اللي عملتها فالست بتقتنع وبتقرر ما تعملش حاجة لتشاو وبناء عليه بتفضل تشاو تشكر سونج وبيرجعوا صحاب زي الاول وبتقول تشاو لتشاو الحقيقة وهي ان هي ولن كانوا مخطوبين زمان بس بتعرفها ان هي انفصلت عنه ولو هي عايزة تقرب ليه تقرب عادي بس اهم حاجة يفضلوا صحاب وبتوافق تشاو على كلامها وبيرجعوا علاقتهم احسن من الاول بمناسبة لن بقى فحاليا بيكون بيتدرب سلة مع نفسه فبيجيلوا باي وبيعرفوا ان هم عاوزين يحلوا الخلافات بينهم وينسوا اي حاجة تبوز علاقتهم كاقرب صحاب لبعض بس لن مش بيهتم وبيعرفوا ان عمره ما هيرجع معاه زي الاول وبيسيبوا وبيمشي طب لحظة واحدة هو اصلا ليه لين بيعمل كده هو ده اللي بنعرفه لما بيفتكر لين ذكريات مبارح وبنشوف ان لما خد سونج عنده البيت كانت تعبنة جدا فنزل يشوف لها اي دوة بس بالصدفة شاف باي وهو بيزبط المغزن علشان شغل سونج فعرف ان باي لسه بيحبها وعلشان كده عاوز يبعد عنه خالص عامتا بنروح بقى الباي واللي بيكون ماشي من المنتجع بس بيتفجأ بالصحفيين في كل مكان واللي جايين طبعا علشان يتكلموا معاه بخصوص الفيديوهات اللي انتشرت لي معا لي وده طبعا باي مش عايزه فبيستخبى منهم في نفس الوقت ده بتكون سونج مع تشاو واللي بتديلها تسكرتين لزيارة الشاطئ كتعويض يعني ان هي زعلتها قبل كده بتفرح سونج وبتاخد الدعاوي وبتشكرها جدا بعدها بتروح الجنينة وبالصدفة بتلاقي باي مستخبي فبتروح له وبتتكلم معاه وبتسأله هو فعلا بيحب لي دي زي ما الاخبار بتقول ولا لأ فبيعرفها انه عمره اصلا محبها وده بيفرح سونج جدا واللي بدأت تعجب بباي وتحبه بس عارف المشكلة فين ان بعد شوية بنشوف الصحفي شو بيروح للي ومعاه صور لباي وسونج وهم في الجنينة مع بعض لانه كان موجود في المنتجع مع الصحفيين وصورهم وبيوري الصور دي للي وبيعرفها ان باي استحالة يرجع لها وبالتالي بيطلب منها انها تدي له الفيديو بتاعه هو ولان بحيث ان هي ترد له الضربة بس ليه بترفض وبترد شو عن ناحية تانية بقى بتروح صونج لمطعم كده علشان تتغدى فيه هي وامها وعمها بس هم قاعدين بتوصل شين وهوانج واللي بدأوا يقربوا البعض وجايين هم كمان علشان يتغدوا مع بعض هنا لما بتشوف شين ام صونج بتروح تتكلم معاها وبسرعة بتقفل صونج على الكلام قبل لما تعرف شين حاجة لامها هي مخبيها عليها والحمد لله بيعدي الموقف على خير بعدها بتروح صونج على المنتجع علشان تشتغل وبتفضل هي ويتشاو يجهزوا مكان فخمي جدا لان فيه ضيوف جايين المنتجع ولما بيخلصوا شغلهم وبيطلعوا للمنتجع بيقابلوا لان ومعا مجموعة من صحابه الاغنية جدا واللي هم اصلا الضيوف اللي كانوا تشاو والسونج بيجهزوا المكان علشانهم والقاع وكده وبيكونوا صحاب لان دول بيعرفوا صونج من زمان لان هي كانت خاصيبة لان وبيفضلوا يتريقوا عليها لان هي حاليا بقت فقيرة بس هي مش بتهتم وبتسبهم وبتمشي في نفس اليوم بقى بالليل بيعمل لان حفلة كبيرة وبيحضرها صحابه الاغنية وكمان بيحضرها باي ووسط الحفلة بتيجي صونج علشان تخد مع الكل فواحد من صحاب لان بيضايقها تاني بس هي مش بتسكتله وبتضربه وبتسيب المكان وبتمشي وبتخلص الليلة على كده تاني يوم بقى بيخرج لان وباي مع صحاب لان الأغنية وبيفضلوا يلعبوا بعربيات السباق كده على الشاطئ وبنشوف ان التحدي بين لان وباي بقى في كل حاجة زي دلوقتي مثلا بيحاولوا يسبقوا بعض بأي شكل بس مش ده بس المهم المهم فعلا ان صاحب لان اللي ضربته صونج مبارح بيكون عاوز ينتقم فبيروح لصونج وبيركبها بالعافية في عربيات السباق بتاعته وبيفضل يجري بيها يجري بيها لحد لما بيروح مكان مقطوع وبيحاول انه يعتدي عليها بس بيجي باي وبيوقفه وبيضربه كمان وبيعرفه ان دي حبيبته وانه ما ينفعش اصلا يقرب لها تاني ووسط كل ده بيوصل لان وبيسمع باي وهو بيقول كده فبيضغس جدا وبيطلع غيزه على صاحبه اللي خطب صونج وبيفضل يضربه يضربه لحد لما بيصيبه وبيودوه المستشفى وفي المستشفى بيحاول باي يتكلم مع لان بس لان ما بيقبلش اي كلمة منه وبيطلب منه ان يبعد عنه خالص وبيسيبه وبيمشي في نفس اليوم ده بالليل بتروح صونج الباي وبتتكلم معاه وبتسأله عن اخبار لان وبتكون عاوزة تطمن عليه بعد العمله الصبح وطبعا الكلام ده بيغيص باي جدا وبيفضل يقول لها هو انت ما عندكيش دم ابعدي عنه هو اصلا مش بيحبك بتتضايق الصونج وبتسيبه وبتمشي ومشاكل الصونج مش بتتوقف عند كده لان تاني يوم لما بتروح الشغل بيعرفها مديرها ان هي مطرودة لانها تشافت انبارح في قضة باي وده ما يصحش المرة دي بقى بتقرر صونج ما تسكتش وبتتخانق مع المدير نفسه وبتعرفه انه لو طردها هترفع لي قضية لانه طردها ظلم فبيخاف المدير وبيرجع في كلامه بس وقتها باقي البنات زميل صونج بيقلبوا عليها وواحدة فيهم بتفضل تشتمها وبتقولها ان هي مش محترمة ولزم تمشي من هنا بتدخل تشاو وبتدفع عن صونج وبتتخانق مع البنت دي وحرفيا بيبهدلوا بعض عن ناحية تانية بقى بيكون جيانج وباي ولان ماشيين سوا وبيلاو قدامهم صحاب لان الأغنية واللي جايين حاليا ينتقموا وبيتكلم اللي ضربوا لان قبل كده وبيطلب منه انه يعتذر لانه لو ما عملش كده هيخلي ابو يسيب الشراكة مع ابو لان بيتدايق لان بس برضو مش بيعتذر وفي وسط ما هما بيتكلموا بتيجي صونج وبتكون هتعتذر هي للشاب ده لان هي سبب المشاكل دي كلها بس باي بيرفض يخليها تعمل كده وبناء عليه بيتغازوا الشباب الأغنية وبيضربوا بعدها بيروحوا باي للبيت وبيفضل لان وجيانج يتطمنوا عليه وبعد لما تطمنوا عليه بيسيبوا لان وبيخرج فبيقابلوا صونج بالصدفة في مشاكل ليه وبيعرفها ان هي لو بتشتغل علشان الفلوس ممكن تقعد في البيت وهو يصرف عليها بس هي بتفجؤوا وبتعرفوا انها بتشتغل هنا بس علشان تحسسوا بالزنب كل لما يشوفها على ان هو سبها وبتعرفوا ان هي بتعمل كل ده علشان بتحبه او كانت بتحبه وبتسيبوا هو مصدوم وبتمشي بنشوف ان لان حزين جدا لدرجة انه مش بيركز في تمرين السباحة اللي هي اهم حاجة في حياته وده بيخلي المدرب يزعقله وبيعرفوا انه لازم يهتم بتمرينه اكتر من كده شوية فبيعرفوا لان انه هيلتزم بعد كده ومش هيشوف منه اي تقصير تاني اخر حاجة بقى بنشوفها في الجزء ده ان باهي وهو قاعد في قطه عادي خالص بتجيله رسالة غير متوقعة من لي وبتعرفوا لي ان هي لسه رابط الفيديوهات اللي نشرها شوه وبتعرفوا ان هي عملت كده علشان بتحبه ومفرقش معها سمعتها وكان اهم حاجة عندها انها اتعرف العالم كله ان هي بتحبه وبتطلب منه ان هم يرجعوا لبعض فبيتفجئ طبعا باي بالكلام ده وما بيكونش عارف يعمل ايه وهلا يرجع لها ولا لأ وهنا ومع حيرة باي بينتهي الجزء ده من المسلسل واللي اتمنى يكون عجبكم سلام